صباح الخير كلنا دائما نتمنى نكون بشكل جيد وأجمل وأيضا منحب دائما أنه يكون عندنا حلول سريعة لبشرة ومظهر أكثر شبابا في كثير أشخاص أيضا بيبعدوا عن تفكير التجميل لأنه على طول بيروح تفكيرهم على العمليات الجراحية اليوم رح نحكي لكم عن تقنية ممكن أنه بالفعل ترجعنا عشر سنين وأكثر لورا ونتمتع بي مظهر صحي جدا بالبشرة وغيرها أيضا من المشاكل التجميلية الممكن أن نعاني منها رح نحكي عن البلازمة الغنية بالصفائح الدموية والحقن اللي ممكن يكون حل للعديد من المشاكل وأمانا الدكتورة ريم حمات صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بيكي حضرتك استشارية الأمراض الجلدية والتجميل الطبي وأيضا مكافحة الشيخوخة أهلا وسهلا بيكي احنا محتاجينك كثير يعني أنا في البداية حكيت أنه كلنا ما أتوقع علا في حدا بتابعنا رجل أو امرأة ما بيحب يكون أجمل وطلطه أفضل ولكن دائما إحنا بروح أقلنا إذا بدنا نزبط حالنا يعني بنروح على الجراحة وهذا الحكي أبدا مش صحيح الحقيقة في كل علم التجميل الطبي الحديث الكل بيبحث عن الطريقة اللي ما تخلينا نحتاج نعمل عمليات الكل بديه يعمل بروسيدجر بسيطة في العيادة إجراء بسيط ويطلع يقدر يداوم يروح على شغله وتعطيه نتائج عظيمة بدون ما يضطر يدخل مستشفى ويتعرض لبنج وجراحة وتعطيل عن عمله وبين قصين ينفضح الكل يقول أنه فلان عمل عملية تجميل لأنه في كتير ناس ما بتحب تذكر هذا الشيء فالتقنيات الحديثة كلها تبحث وبتصب وبتتطور في مجال أي تجميل بدون جراحة هل الحقا الـ PRP أو الحقا بصفائح الدموية أو مراتي بيحكوا الخلايا الجدعية عم نسمع عنه كتير هاي الفترة لكن نعرف منك بالتفصيل شو منعني فيه هل هو نفس الخلايا الجدعية لا هو مش نفس الخلايا الجدعية بس الناس يعني اختلط علي هالأمر لأنه عم بين ذكروا مع بعض البلازما تقنية ناخد عين الدم من المريض أو الإنسان اللي جاي يتعالج وهذا الدم بتيوبات خاصة لفصل كرات الدم الحمراء عن البيضة عن البلازما اللي هي الصفائح وبنحطهم بجهاز بعمل فصل للثلاث مكونات عن بعض ولازم يكون البلازما نقية جدا عشان نستفيد منها تماما البلازما أو الصفائح بناخدها بنحقنها في جلدة الرأس أو الجلد أو الحروق طبعا أنا بحكي على تخصصي الأمراض الجلدية نعم أو الشاكل الجلدية ممكن تؤخذ كلها استخدمات أخرى استخدمات أخرى نعم هلأ البلازما الصفائح تعمل على واحد بناء خلايا كلجين جديدة بناء إلاستان جديد بناء هارنيك أسيد جديد بناء مواد جديدة للجلد تعمل على بنائه نعم واللي بساعدها على هذا الكلام إنها غنية بـ Growth Hormone هرمون النمو وغنية كذلك بالأحماض الأمينية اللي بتساعد على هذا البناء تمام وبكون فيها شوية خلايا جذعية اللي حنحكي عليها كمان شوي أشي ماهيتها يعني اللي بتساعد برضو على بناء جلد جديد بينما الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية هي خلايا بناخدها إما من الإنسان البالغ أو من الحبل السري للجنين أو من حيوانات وأشبحهم للإنسان وأقربهم خلايا للإنسان هو الأرنب الأرنب وفي مصادر نباتية اللي بيستخدموها بكريمات هلأ إيش الخلية الجذعية؟ خلية الجذعية هي خلية ما إلها هوية جزء من خلايا ما إلها هوية بتحطيها في الشعر بتشوف البيئة تباعتها شعر بتتحول إلى شعر بتحطيها بالجلد بالوجي بتشوف البيئة الحواليها كولوجين إلاستين هارنك أسد سيرامايتس بتتحول لإلهم وبتتحول لجلد جديد بتحطها بالقلب بتتحول لخلايا هذه الخلية الجذعية قادرة على الانقسام والتكاثر على الانقسام والتكاثر والتكاثر والتحول حسب البيئة اللي بتحطيها فيها بالشكل اللي يكون متوازن ليه؟ لأنه جزء من خلايانا رح تموت مع الوقت جزء من خلايانا رح تكسل جزء من خلايانا بتكون في حالة ثبات مش منتجة فإحنا بحاجة للنشط هاي الخلايا عن طريق حقن البلازمة ومساعدتها بخليل جذعية الدم إحنا بناخده من المريض عشان يكقربها أكتر للناس لأنه صراحة تقنية كتير حلوة هلأ رح نحكي عن فوائدها شو بتعمل من قيم الصفائح أو خلايا الدم البيضة والحمراء وبيضل عنا البلازمة ومنزيد للبلازمة خلايا الجذعية بالضبط تمام مش الكل بعمل هاي الطريقة أنا بستخدم هاي الطريقة بس هو الأفضل لأنه خلايا جذعية مفيدة بالضبط طبعا عشان تستفيدي ونتائجك تكون أعلى حتى التقنية كمان يعني حضرتك تحت الهوة سألتيني سؤال كتير حلوة كتير مهم إنه ليش في ناس تستفيد أكتر من ناس من الخلايا الجذعية نعم أول شي حكينا الأنبوبات المستخدمها الجهاز اللي بنفصل فيه إيش الدكتور التقنية تبعته للوصول لأفضل النتائج بمعنى يعني إذا أنا بدي أحط البلازمة في الجلد أنا بشبهها زي اللي بدك تحط بيض جوا سلة هذا البيض ممكن ينكسر إذا ما في بيئة تحضنه لازم نهيئ البيئة لحضنه بحط مواد معينة تستقبل هذا البيض زي اللي بنعمل طبقة السفنج سميكة تحط فيها البيض عشان ما يتكسر عشان ينضج صح وهذا اللي بنعمله إنه بنحط بيئة تستقبل هاي الخلايا الجذعية والبلازمة وكمان بنعمل إش كتير مهم نخلط فيتامينات بعد ما نخلص للحفاظ على هذا التكاثر الطبيعي للخلايا قبل مرة تفاصيل مدة الجلسة كم مرة لازم عشان إحنا نتشجع إيش بالزبط بيعمل قدي بيغير من الشكل بيعطي إشراقة أكتر وكمان قديش يعني إحنا مع العمر في هرمونات وفي أمور ببشرتنا بمظهرنا أكيد بتقل فهذا كأنه يعني عم بيكون في بشرة جديدة بوجهنا أو حتى بمكان الشعر زي ما حكيتي بالزبط لو بنا نحكي على فقدان الشعر فقدان الشعر أهميته أنه في ناس بيكون عندهم مؤقت نتيجة رجيم نتيجة ولادة لبعض السيدات نتيجة سترس شديد هذا بخلهم يفقدوا شعرهم وفي ناس عندهم الصلاع الوراثي سواء نسائي أو رجولي ففي الحالتين في كل هاي الحالات إحنا نقدر نعالجهم بالبلازما يعني أنت عم تحكي أنه بدال زراعة الشعر يعني أنا بعرض فيه كثير سيدات عم جال مشكلة أنه شعري خفيف عندي مشكلة مثلا حتى بمنطقة الغرة موضوع الحقن بصفائح الدموية ممكن يحل هاي المشكلة بالزبط بالزبط وبغنيها عن أنها تعمل زراعة مضمون يس نعم هلأ في ناس ما بدها تعمل زراعة أو لو أفردي بدك تعملي زراعة بيقولك أبل الزراعة اعملي جلسات بلازما بساعد وفي ناس بعد الزراعة بيعملوا جلسات بلازما حالو فبيعتمد على قديش الوضع متدهور بجلدة الراس تمام نيجي على الوجي الوجي الرقب الديكولتي كله بنقدر نحقنه بهاي المواد لبناء جلد جديد ليشد الجلد ليصفي الجلد ليعطي رونق ونظارة وحيوية بترجعه زي ما تفضلتي لعشر سنين لورا يعني احنا بنفقد الكولاجين ونفقد كتير أشياء هذا كأنه بعوضك عن كل المفقودين كتير حلو كم مرة لازم مع دكتورة نعمل هذا الإجراء؟ طريقتي أنا شخصيا بعمل يعني أنا تلمزت على بروفيسور أمريكي اللي هو أشهر واحد بهوليوود اللي الطريقة اللي بعملها وأنا أخدتها الطريقة تعلمتها منه فلازم مرة بالشهر ثلاث مرات للويجي والرقبة والديكولتي وحوالي أربعة لستة لجلدة الراس آه يعني كمان لجلدة الراس اللي عنده مشاكل بجلدة الراس من أربعة لست مرات ثلاث مرات بالشهر لا لا مرة بالشهر مرة بالشهر ويعني كحد أقصى ثلاث مرات يمكن للويجي ثلاث مرات هاي الأفضل نتيجة هلأ إحنا بننصح لأنه مع العمر مع الوقت مع اللايف ستايل تبعتنا ممكن نفقد جزء كمان من الخلايا اللي نحطت أو اللي تجددت ممكن نجدد مرة بالسنة للحفاظ عن النتيجة حالو مين فيه مشاهير هلأ خطر عفالي السؤال مين فيه مشاهير بيعملوا هذا الإجراء يعني أنا عم بشوف مثلا لما أتفرج على صور الفنانين والمشاهير فيه كتير أشخاص عم بيصغروا بالسن هل بيكونوا بيخضعوا لهيك شيء مش شرط حقا فلر أو بوتوكس هاي اللي بلازما عم نحكي عم ثورة جديدة يعني الحقيقة يعني أنا ما بقدر طبعا أعلن مين بعمل لأنه هاي أسرار بس هو مش تغيير شكل هو أنا بعتبره إجراء بالعاكس له بس بدكت مشكلين ويرفع علينا قضايا الله يخليكي ولكن إنه في كتير مشاهير بيعملوه وصار يعني موضة مش موضة صار إشي كوتيديان زي ما بنقول أو إشي يعني كيف الست رح تصبغ شعرها إجراء روتيني إجراء روتيني شكرا فإنه متعودين إنه لأ أنا بدي أخذ نظارة بدي أطلع على التلفزيون عندي حفلة عندي مناسبة هلأ بالصيف إحنا بكتروا المناسبات وبتكتر اهتمام الناس بهذا الأمر يعني إحنا دائما وهيك بأعاداتنا من نحكي ما عم تكبر ما عم تكبر هيك إجراءات بالفعل تعطينا شباب جديد ونظارة جديدة ما نخلي هلأ الطبيعة حلوة إحنا ما عم نحكي إنه عم نغير بالشكل الواحد يكون على طبيعته لا لا أنت ما رب تغيري ولكن بالعكس هذا بيخليك على طبيعتك يعني خليني نحكي لمدة أطول إذا بنا نقربها بالضبط أنا بقولهم أنت بتحافظ على شكلك أنا ضد تغيير الشكل بالضبط ضد إنك تصير إنسان تاني كل إنسان ربنا أعطاه جمال معين بالبقله لكن نحافظ على نظارته حتى يعني أنا بقول بشكل ناعم نكبر حتى أوكي يعني أنا أقوله إلي كبرتي وشكلك ما نهرم بسرعة بس شكلك كويس شكلك مرتاح والأحلى إنه ما ينعرف شو عملتي إنه يبين إنه وجهك أحسن حلياني وخلص حلياني بس ما حدا يعرف شو اللي أنت عملتي سريعاً في مضاعفات في أشياء ممكن تخوفنا يعني من هذا الإجراء ممكن تظهر على وجهنا أو مكان الشعر سؤال جميل لأنه الكل بحب يتطمن على هذا الموضوع المزبوط تعتمد على طريقة حقن البلازما بمعنى البلازما ممكن نحقنها بإبرة في كل زاوية بالوجه وبالأماكن اللي أكثر إرهاقاً هاي ممكن تترك نقاط زرقة لكم يوم ومؤلمة شوي في ناس ما بتقدر تزرق لأنه عندها تاني يوم مناسبة أو عندها حفلة بنعمل عن طريق الديرما رولر اللي هي الإبرة تبع تلميزه بنمشي كتير ناعمة بنمشي فيها على كل الوجه ما بتوجه بتفتح الجلد بشكل كتير صغير بسيط المسام وبندهن البلازما دهن في هاي الحالة ما في إبار ما في زراء ما في زراء ما في علامات وبتاخد النظارة بس مش بقدر يعني أخفت شوي نتائج بس اللي عنده مناسبة أو بده نتائج أسرع وفيه كمان طريقة أقوى تشبه الإبر يعني ما بين وبين اللي هي بالليزر بالليزر بنفتح المسام بطريقة طبعا مؤقتة بنمشي بالليزر على كل الوجه وبعد ما نعمل الليزر بخمس دقايق بنحط البلازما دهن برضو والبشرة فورا بتشربها والإحمرار بدوم أبو ساعتين ثلاثة وبعدين خلاص بتقدر تاني يوم أو بنفس اليوم تحضر المناسبة بالختام فيه ناس كتير بحبوا يعرف التكلفة هل تعتبر يعني تكلفة نوعا ما مرتفعة تكلفة هذا الإجراء نسبة للإجراءات اللي بنعملها للتجميل التكاليف والتعاب لا وحق المواد صراحة أبدا مش مكلفة أبدا 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 يعني طبعا أنا ما بقارن بدول أخرى يعني لا بقارن بالإمارات ولا بقارن بدول خليج ولا بلبنان اللي هن من ضعف المبالغ اللي احنا بناخدها هن بياخدوا ضعف إلى أربع أضعف دي أشكرك صراحة شجعتين على هذا الإجراء أنا أتوقع أني في القريب العاجل رح أعملها أنه واحد داما بيحتاجك نظارة جديدة بحياتك شكرا إليك دكتورة ريم حمد استشارية الأمراض الجدية والتجميل الطبي ومكافحة الشيخوخة شكرا لحضوركم على أهلا بيكم